موسيقى مساء الخير مشاهدين عبر الوطنية الأولى أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا البلاتول مباشر في الواقع هو بلاتو تأمنوا التلفزة الوطنية من خلاله باش نحاولوا نعتيوكم المعلومة صحيحة نحاولوا نجيوبوا على كل استفساراتكم في مختلف التساؤلات والمجالات المتعلقة بفيروس كورونا في الواقع البلاتو انتلق من عشية مع الزميلة فاطمة غربيل وكذلك الزميلة عواطف صغروني توأينا معكم أثمان طيب بعد شفايا إن شاء الله باش تلتحق بنا زميلتنا أمل الشاهد في الواقع البلاتو متاعي باش يمتد على تقريبا حوالي الساعة باش نركزوا فيه للحديث على وزارة أشعرون الاجتماعية وزارة تكنولوجيا الاتصالات وكذلك وزارة عفوان البريد التونسي باش نحاولوا نجيوبوا على كل التساؤلات وكل مشاغل الشارع التونسي البلاتو عنوانه شدارك الوطنيات تعطيك سحيح إن شاء الله سحيح تلقاوه معنا من خلال البلاتو من خلال الضيوف الحاضرين معنا حب نقدم تحية ورحب بضيفي سي كمال المدوري مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية أهلا وسهلا مرحبا تحضر معنا كذلك مدام رجيب بن إبراهيم مديرة عامة بوزارة الشؤون الاجتماعية أهلا وسهلا يحضر معنا سي وليد غزازوة نتشرف ومرحبا رئيس مركز الحرفاء بالبريد التونسي ومعنا سي أحمد بن حسين مكلف بالأعلام بوزارة تكنولوجيا الاتصال جاء مخر شوية معاش إذا كان فما إمكاني نجم يتفضل طوبح لنا مرحبا بيك تفضل سيد أحمد بن حسين مكلف بالأعلام بوزارة تكنولوجيا الاتصالات أهلا وسهلا مرحبا بيكم كما قلنا بلاتونا يتواصل تقريبا ساعة بيش نحاولوا نطرحوا فيها الأسألة الحارقة اللي يطرحها الشارع التونسي والأكيد يمكن أكثر التساؤلات اللي قادة تطرح في الأونة الأخيرة هي معناها تساؤلات تتعلق أساسا بوزارة الشؤون الاجتماعية برشة الناس قادة تلوم على وزارتكم برشة الناس تقول أن المجهودات اللي قامت بها وزارة الصحة نجم نقوله طيحتها في المئة نسبيا وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال على الأقل فيما يخص المنحة متاع الميتين دينار اللي أثارت شغب اللي أثارت تدافع اللي أثارت معناها تجامعات اللي من شأنها تنجم تقوي نسبة الفيروس وانتشاره في الأيام القليلة القادمة السؤال اللي يطرح نفسه عليش وصنع للمرحلة هذي عليش شفنا هالتدافع هذية مؤخراً لسيدة رجاء يعني كساحة بارك الله وفيك تعرفوا اللي عنا 623 ألف عائلة محدودة الدخل اللي إن شاء الله قاعدة تنتفع وبدأت تنتفع ومازال متواصل عملية تقديم المساعدة المالية هذية وذلك بتضافر جهود وزارة الاجتماعية مع أطراف شراكة الكل وبالأخص نذكره البريد التونسي اللي هو مشكور جداً تعرفوا اللي فما تطبيقة أو إرسالية قصيرة يتم على أساسها معناتها إعلام المنتفع بتاريخ الحصول على المساعدة هذية لكن وللأسف العديد ملتزموش بالموعد اللي كان محدد في الإرسالية اللي جاتهم هذي كعليش شفنا في بعض المراكس خلينا نقوله بربما زميلة من البريدين جمعتنا أكثر معطيات معنا في أكثر من ألف مكتب بريد مشهدنا معنتها تدافع كبير كان في تقريباً ثمانية مكاتب بريد البقية تعديوا بطريقة سليسة وطبيعية جداً التدافع اللي صار في وليد دغزيوزا رئيس مركز الحرفاء بالبريد التونسي شنوها سباب متاعه معناها أساساً هو السبب الأساسي للتدافع اللي صار هو صار ساعة في اليوم الأول فقط اللي يخذوا فيه المنحة لأنهم المواطنين الكل جاءوا في نفس النهار مع بعضهم معتها بالرغم أنه حطينا على ذمتهم الإرسالية القصيرة نجمة عشرة سبعتاش نجمة رقم بطاقة تعريف دياس اللي تقوله التاريخ والساعة بالضبط اللي يجي فيها المكتب البريد كان كنا في اليوم الواحد بمعدل ثمانين ألف إلى ثنين وثمانين ألف حوالي تم استخلاصها عن طريق مكاتب البريد تقريباً معنا عدد الجملي للحوالات قدش تم استخلاص معنا العدد اللي تم استخلاص والعدد اللي قاعد بيصدد هو إلى حد الآن تم استخلاص هما نوعين النوع اللول هو المتاع الميتين دينار اللي هما متاع العائلات محدودة الدخل ما يعبر عنه اللي يعرفوه التوينس الكرني الأصفر والدفدر العلاج الأصفر ميتين دينار هذوك انتفعت منهم إلى حد الآن ثلاثمية وثمانين ألف وميتين وسبعين عائلة بالنسبة للمساعدات خمسين دينار للعائلات المعوزة اللي تصبت طريقة آلية على البطاقات الاجتماعية بتاعهم هي بطاقات وفرها البريد التونسي مجاناً الحد الآن ميتين وخمسين ألف حريف ولا مواطن جبد المبلغ هذائي بطرق مختلفة أما عن طريق الموازعات الآلية للسحب لداب بريد وقلا بنوك وبالمناسبة نشكره للقطاع البنكي اللي سهل عملية السحب هذه مجاناً معتها ما ثميش ديفري سيبليمانتير عليها وبراتيكمان طوى ميتين وخمسين ألف حريف شبدوا المساعدات الاجتماعية ولي مزيلوا قداش تقريباً بشي تم معناها استخلاص الحوائلات المتاعهم في تقريباً قداش من نهار معناها مدة قداش هو مزيلوا حوالي ميتين ألف هذي بالنسبة للمساعدة متع ميتين دينار تقريباً ميتين ألف بالنسبة للمساعدات متع الخمسين دينار العائلات المعوزة كلها انتفعت بالمساعدات هذه فمش كون جبدي فلوسهم من الموازعات الآلية فمش كون انتقل إلى مكاتب البريد بالمناسبة هذه برب نأكد أن البطاقة هذه روت تسحب مجاناً من كامل الموازعات الآلية للبريد وإلا للبنوك كيمينجم يقضي بها من المساحات الكبرى ولا كيمينجم يستعمل تطبيق دي دي ساتو فما برشا منهم استعملوا التطبيق هذه اللي خلاص مشترياتهم فما عديد التجار اللي متعاقدين مع البريد التونسي اللي يستعملوا التطبيق هذه اللي خلاص مشترياتهم باستعمال الهاتف الجوال وإن شاء الله في القريب الرقم أو الرمز العشرة السبعتاش اللي تم استعماله توا اللي معرفة أنه المواطن التونسي عنده حوالة وإلا لا عنده مساعدة اجتماعية ولا لا هذيك بيش تكون منعبروا عليها دي دي سات صنز انترنت من غير انترنت ينجم يستعمل دي دي سات عشرة سبعتاش بش ينجم يعمل ترانسفير لحد آخر معنى يحول أموال لحد آخر إذن ينجم يخلص مشترياته عبر الرمز هذا عشرة سبعتاش سي كمال فما البعض من الناس اللي بعثوا معناها على أساسهما من الناس اللي فما إمكانية أنهم يكونوا منتفعين بالحوالة هذه ولكن ما تحصلوا على حتى إجابة فما ناس قالوا لهم امشي المعتمد متاع متاع الجيهة متاعكم وتقدم بالأوراق والوثيق المطلوبة وفي نهاية المطاف قالوا لهم تن نعتيوكم الحوالة متاعكم وتن نرجعو لكم وما تحصلوا على حتى شيء علش فما ناس معناها ربما مخلط لهم شيء تريق باش باش يتحصلوا على على المنحة هذي ممكن الإجابة أكثر تفصيل عن زمي تيراجه نحن تكسحة براك الله بالنسبة للأشخاص اللي تم إعلامهم بتطبيقة إنهم يتصلوا بالأستاذ العمد بشيخذوا استمارة ويعمروها بكل دقة وعناية يعني هذوم الأشخاص اللي مش وارد أسمائهم في القائمات المسجلة لدى وزارة الشمال اجتماعية سواء كان في العائلات المعوزة أو العائلات محدودة الدخل وإن شاء الله هذوم الأشخاص اللي صحبوا الاستمارة وعمروها هناك عملية تثبت وتقاطع بش تصير مع العديد من المنظومات اللي تابعة سواء كان صندوق الوطن نظامي الاجتماعي صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية منظومة مدنية وغيرها من المنظومات بش تصير تقاطعات مش نعرفوا أنه أحق من غيره فهل منحة هذية وإن شاء الله سيتم الإعلام على تواريخ معناتها أسناد الملح معناها التناجم تصير لكن مديدة أخرى بطبيعة إذا كان يستحقوا أكيد قبلها تحدثت على الكرن الأصفر والحقيقة سمعنا مؤخرا أنه قولوا لي خاترت ما رايعتوني أنا نتكامل أنا زميلتي جاء أمي فقط ممكن أنا مجال تدخلي كل ما يتعلق بالإجراءات لمرافقة العمال اللي يفقدوا مواطن شغلهم والمؤسسات الاقتصادية المتضررة تدعيات فيورس كورونا بهيريت أن نرجعون له من بعد بالنسبة للكرن الأصفر مدام باجي برشة كلامة قال مؤخرا أنه أربع آلاف موظف شملتهم المنحة هذية دونك يقول القايل كيفيش معناها كيفيش معناها أربع آلاف شخص اللي هما متوصفين وعندهم شهرية وفي وقت أنه فيما برشة الناس مستحقين المنحة هذي مشيت المنحة الناس أخرين علش هو راه في الحقيقة معناتها العملية احنا استعجلنا باش نعتيو الأشخاص حقهم لكن بالحق تسربت بعض الأخطاء الأخطاء هذية تم تدركها تم إيقاف المنحة وحتى اللي سحب المنحة وهو بدون واجه حق راه سيتم استرجاع المنحة اللي قام بصحبه بتاعه كانوا موظفي تم الحاجز عن مرتب متاعه مثلا أن يظهر يخدم وعنده أجر للإجراءات والقانون والتشريع الجاري بالعمل يضمن أنه التنفيذ وتفعيل الأليات الموجودة بالحجز على المرتب متاعه واستعادة ما تم التواصل به بدون واجه قانون معناها مفهم ماش حتى حق بشي ذي يعني ناس كلنا إن شاء الله اللي مستحقها بشتاخذ حقها والناس اللي خذت بفلوس اللي وهي معناها كان فهمة ناس أخرين أولى بها أراه بشي تم اقتطاحها أنت تحدثت قد لمجال اختصاصك ربما المشاكل اللي نجرد لبعض المؤسسات ولا لبعض العاملين في مختلف القطاعات هذا بش نجيوه بعد ما نمشه للفتير هذا اللي ما خلاله مشيت زميلتنا أنيسة الحاجري لوزارة الشؤون الاجتماعية وشافت تقريبا اللي جان القائمة على حماية بعض المؤسسات الصغرات أربع اللي جان على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية أحدثت لمتابعة ورصد أوضاع العائلات المعوزة ومحدودة الدخل في إطار الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد وانتشار فيروس كورونا نجد لجنة المساعدات المالية للعائلات المعوزة والتنسيق التام بين الهيكل المعنية والمنظمات فيها العائلات المتكفلة ببعض الشريح الاجتماعية من أطفال فاقدين للسند أو كبار سن فاقدين للسند أو أشخاص ذوي عاقة فاقدين للسند فيها عنصر آخر واللي هما تم تحويل المساعدات اللي فايدتهم عن طريق تنزيل في الحسابات البريدية أو البنكية يعني ممشاوش للمركز البريد باش يشدوا الصف ويخلقواها كالاكتظات لا نمروا للفئة الثانية الهامة هما العائلات المعوزة اللي ينتميوا للبرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة اللي هما العدد من التاحن في حدود 260 ألف اللي جملهم إجراء إضافي للمئة وثمانين دينار اللي يأخذوها كل شهر خمسين دينار الفئة الثانية الهامة هي فئة العائلات المحدودة للدخل اللي هي تنتفع بالعلاج بالتعريف المنخفضة هذو مقبل ما كانوش يتمتعوا بأي مساعدة مالية يتمتعوا إلا بالعلاج في إطار شمولية العلاج للتوانسة كما تم بعث لجنة تحنى بقبول وتجميع الإعانات العينية لفائدة الفئات المتضاررة والتي يقع توزيعها فيما بعد اللجنة هذه تتكون بالأساس من وزارة الشمال الشمالية وزارة الدفاع وزارة الداخلية وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ووزارة التربية باعتبارها هي اللي وضعت على ذمتنا 290 مؤسسة تربوية كمراكز لقبول الهيبات هذه والإعانات ومعنا الاتحاد التوصي للتضامن الاجتماعي ثم انضافت لهم طبعا وزارة المرأة اللجنة الثلثة هي لجنة عنا بتحيين المعلومات ورصد المساعدات المالية الرقمية بتضافر جهود القطاع العام والخاص طبعا كنا ديجان نخدمه كيباش نزيد عملية لم تعد جميع اللي بازدونين تعد قطعات الكل باش نزيده نقبره كل ماهو تقطعات كترا سينيسيس سيني البياس أملكة الدولة الحظاير اللاترواتي يعني الكل هاتوا باش نشوفه نعملوا تقطعات لما تكون على الأقل المنتفع خطا تصير غلطات كما صارت في النهار اللول وطبعا نحبه نحيو كل ماهو غلطة للمنتفع إن شاء الله تمشي المنحة للمعني بالأمر المستفيد أخيرا لجنة الإحاطة بالمؤسسات الاقتصادية التي تتعرض لصعوبات نتيجة عملية الحظر الصحي بإحداث منصة إلكترونية لضمان أحقية المساعدات الموجهة لأصحاب المؤسسات قاعدين يخدموا على الإحاطة بالمؤسسات لذرة نتيجة الحظر الصحي هذا اللي توصلنا له على مستوى اللجنة هذه عملنا نص قانوني تشريعي لضبط الإجراءات وشروط الانتفاع بالإحاطة هذه ولا المرافقة للمؤسسات هذه المؤسسة كنقول مؤسسة مؤسسة وعمالها تم إقرار العديد من الإجراءات في إطار إعانة العمال المضرين من الصعوبات الاقتصادية هذه أكيد نعرف أنه جراء فيروس كورونا العديد من المؤسسات الصغرى والعديد من القطاعات والعديد من العمال مع الأسف ظروا ووقع إحالتهم للبطالة الفنية فما بعض التساؤلات سي كاميل مدوري مدير عام ضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية حول المستقبل بعض الفئات في الأشهر القليلة القادمة كما قلنا فما ناس لقات روحها في حالة بطالة فنية دونك شكون المؤسسات أكثر المؤسسات مضرة شكون أكثر المؤسسات اللي معناها مركز عليها وزارة الشؤون الاجتماعية بيشتد عامها وشنو المستقبل اللي ينتظرهم الناس هذو شكرا برك الله فيك هو بالنسبة للتداعيات فيروس كورونا فما تداعيات صحية على مستوى مع تفقدين أرواح بشرية وإن شاء الله ربي يلطف بنا الكل ولكن أيضا فما تداعيات اقتصادية تداعيات الاقتصادية راهوها أنها عصفت بأعتى اقتصادية العالم والاقتصاد الواطني ما هوش بمنأة على التداعيات السلبية هذه السيد رئيس حكومة في جملة الإجراءات اللي أعنى عليها في 22 مارس 2020 بكلفة تمويل إضافية بـ 2500 مليار فهم خط تمويل إضافي غير موجود في ميزانية 2020 بـ 300 مليون دينار موجه فعلا لمرافقة المؤسسات الاقتصادية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا وأيضا العمال المتاح يعني فما مرافقة للمؤسسة فما إحاطة اجتماعية بالعمال ما معنى مرافقة وإحاطة اجتماعية؟ بالنسبة للمؤسسات تقول لي أنت شكوني عن المؤسسات هذه أولا الخطاب بتاع سيدر السحكم وقت ذكر قال الهدف أنه ما يقعد حتى تونسي بدون حماية وذلك اللي تفضلت به زميل تيراجي في كل ما يتعلق بالإحاطة بالفئة الهشة اثنين أنه حتى عامل ما يفقد موتن الشغل المتاعه ثلاثة زادة ومهم جدا أنه ما نفقده حتى مؤسسة اقتصادية دونك جيت خط تمويلة دي بـ 300 مليار باش يرافق المؤسسات هذه الإجراءات شنو تتمثل أساسا في تمكين المؤسسات اللي مضرّة من الحجر الصحي اللي يشملها قرار الحجر الصحي هي أسباب خارجة عن إرادة المشغل وخارجة عن إرادة العامل يعني هو توقف موضوعي نتيجة ظروف خارجية اللي هي جائحة طبيعية وجائحة صحية في حجم فيروس كورونا الخدامة اللي باش تتوقف المؤسس بصفة مؤقتة نأكد على بصفة مؤقتة والهدف الأسباب من الإجراءات هذه هو مساعدتها باش تحافظ على عمال متاحها باش تتوقف بصفة مؤقتة والعمال متاحها باش يشدوا الدار أولا في المرسوم اللي باش يصدر نحب نسبق نقول أنه فما مرسوم باش يصدر في بداية الأسبوع المقبل إن شاء الله ومعاه عمر فيه الشروط فيه الإجراءات فيه حقوق العمال بصورة واضحة والمؤسسة أيضا والإجراءات المحمولة عليها وتونا نرجعون بعد البلت فوروم اللي منسها الإلكترونية اللي عملناها وفعلناها حتى قبل الإطار القانوني باش نسهلوا عن الناس ونقبلوا المطالب متاحهم هات نسهلوا شوية سيكمال للمتفرج الشنوة اللي خليك مثلا تقبلني أنا والشركة متاعي وما تقبلش شركة فلان ولا منعنش منتوج فلان ولا مشروع فلان معناها جستمون نعرفوا إنه برشة ناس كما قلنا وقائحة لتهم على البطالة الفنية دونك شنوة الإجراءات اللي يزيمهم يعملوها باش يتمطعوا بالإجراءات هذية والمقاييس اللي باش يتم اعتمادها للاختيار معناها أو باش نصبقوا ناس على ناس أخرين بالنسبة للمؤسس نحب نذكر أنه الإجراء هذا مرافقتها في مجال الخط بتاع التمويل هذا يتنزل من حزمة أوسع من الإجراءات في باكم بها الكل شملة المجال البنكي والمالي والجبائي في المجال الاجتماعي بالنسبة للمؤسس هذه هي المؤسسات المتضرة اللي توقف نشاطها نتيجة إجراءات الحجر السحي الشامل دونك المؤسسات اللي واصلت نشاطها وتمتعت باستثناء أو بترخيص لمواصلة النشاط ما هيش مشمولة بتبيع لأنه بداية ما عندهش صعوبات اقتصادية دونك المؤسس اللي توقف نشاطها بصفة مؤقتة وأحيل عمالها على التوقف عن النشاط على البطالة الفنية بين ذفرين بش يتمتعو بالتدخل بتاع المنحة الاستثنائية والظرفية هذي بمئتين دينار بعنوان معتها شهر أفريل وإفونتويل ما وفترات توقف اللاحقة ببور المومان بعنوان شهر أفريل بش يتم صرف مئتين دينار المؤسس المتوقفة هذي اللي متذرة تتقدم طلب لقسم تفاقدية الشغل والمسارحة المختص ترابيا حسب الجيهة أو حسب الإدارة العامة لتفاقدية الشغل إذا كان عندها أكثر معتها من فرع نشاط دونك يكون الاختصاص للإدارة العامة تتقدم مطلب يتم دراسته على مستوى تفاقدية الشغل والمسارحة في أجل طيب نقول لك أجل بسطناها على الأخر في أجل عشر أيام على مستوى تفاقدية الشغل في الجهة بالتنسيق مع الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بشي ثبتو في جملة من الإجراءات المبسطة ثم يحال المطلب من بعد ذلك إلى الإدارة العامة مع تلك الوزارة الشمال الاجتماعية اللي تدرس الملف وتأذن بالصرف عطريق الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بأنه إvs شرطنا طول نرجع طول المنصة جملة من المعطيات أن الخدام يكون عنده إما حساب بنكي أو حساب بريدي بيش نتفده إفكتبه ما تصير زحمة أيضا في استخلاص الحوالات أو المنحة هذه الإجراءات نرجع لها بالتفصيل صار تبسيط تقولي أنت إجراءات الإجراءات العادية في سياق عادي 33 يوم في مجالة الشغل إحنا الإجراءات اختصرناها تقريبا 17 يوم ولكن نقول أنه باستعمال المنصة الإلكترونية نجم العملية ما تطلبش حتى يمكننا 48 ساعة لمعالجة المطلب هو السؤال اللي كنت ترحوه عليك فيما يخص المنصة الإلكترونية تتفاضل السياتك تحكين عليها ولا أي ناجم يتحدث عليها سيدا حمد ما أنه زوز منصات إلكترونية بالفعل فما هيلب انتروبريز موجه للعمال والمؤسسات المتضرة من التداعيات الاقتصادية يعني فما علاقة بين مؤسسة كمشغل وخدمتها أما اللي عنده حق النفاذ للمنصة هذه ويعمرها يعمرها الكل بهدف أنه يمكن الخدامة متاعه من الحصول على المنحة هذه عودنا هيلب انتروبريز هيلب انتروبريز موجودة وقاعدة تقبل في المطالب ودجا دوبا ما تحلت قبل تعدد كبير ثم التطبيق أو المنصة الثانية مايش تطبيق المنصة الثانية بالنسبة أن تسأني تقولي هذوم العمال الأجراء يشنو ما سير الحرافيين والصناعيين وأصحاب المهن وذوم ما نسميهم ما نحن عندهم باتين ده تم افكتيف ما وضع ونشكره زادة وزارة تكنيجياتي فرصة باش نشكرهم نشكر زادة الوخيين في البريد على التعاون الكبير واللي أثمر معناتها بناء التطبيقات هذه والمنصات هذه هي تطبيق منصة بتيندا بوان جوف بوان تين واللي بديت دجا تتلقى في المطالب من طرف الحرافيين وأصحاب المهن وممكن الأخ وموثل الزارة تكنيجياتياتيصال يزيد يعطينا عليها أكثر بسطة سيد أحمد بن حسين مكلف بالآلم بوزارة تكنيجياتيصال اتصال أكيد أنه أحنا قبل كنا نتحظوا نقولوا تونس قبل الثورة وتونس بعد الثورة أكيد طوال نقولوا التكنولوجيا قبل الفيروس كورونا وتكنولوجيا بعد فيروس كورونا نعرف أنه العالم قاعد يتغير ووفقنا اليوم أنه معناها الوزارة التكنولوجيا الاتصالات تعتبر من أهم الوزارات حاليا في هذا الوضع الحالي اللي يعيش العالم واللي تعيش تونس تحديدا في وسط الحجر الصحيش نوع عندك مظيفة ما يخص التطبيقات هذه شكرا قبل كوشي حبيت نعمل توضيح فقط نرجع لتلي شوية بالنسبة لل العائلات محدودة الدخل تحدثت عليها بكري اللي قلنا ميزال تم الظهارة مئتين ألف عائلة ولا شخص ميزال مخريش المنحة نحب نطمن جميعا نقول اللي البريد التونسي خذير معناها بتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومع وزارة تكنولوجيا الاتصال وتحول التقمي معناها بش نحافظوا على المنحة المنحة هذه تبقى على ذمة المواطن إلى موفا شهر جوان معناها تلافين جوان ألفين وعشرين معناها مليش همش مزلوبين باش يتنقلوا طوي اللي في حاجة لها في الوقت الحالي نجم يتنقل ولي نجم يصبت راه معناها ونأكد لك أنه تسعين مش بش منقوص تسع و تسعين بالمئة مستحقين لها أكد لك معناها أكيد 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 نرجع بالنسبة للتكنولوجيا للمناسة الإلكترونية التطبيقية خبل الكورونا والتكنولوجيا بعد الكورونا صحيح معناها بالحق هو الوباية هذية والفيروس اللي معناها الشلب كيفة القطاعات كان وراء معناها كانت مناسبة باش وراء والأهمية متع التكنولوجيا الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية في حياة الإنسان أحنا خدمنا برشة تطبيقات على مستوى الوزارة دخلنا مع العديد من القطاعات الحيوية الصحة شؤون الاجتماعية الداخلية التربية التعليم العالي برميلة اللي خدمنا فيهم كان ثم تطوير هذه المنصة بتين دا بوانجوف بوانتيين اللي هي تشمل معناها تخص صغار التجار والحرافيين أصحاب المعرفات الجبائية والناجتين في القطاعات اللي تضرت من سبب الوباية هذية وهي المنصة اللي هي تعتبر المنفذ الوحيد وحسرياً يتم اعتمادها لتشجيل الحرافيين هذو معناها بش يدخلوا ويسجلوا ويتم التعاطي مع المطالب متاحهم من خلال المنصة هذا دا مترف وزارة شوال الاجتماعية وزارة بتنسيق مع وزارة المالية ويتم صرف الحوالات متاحهم سواء معناها عن طريق تحويلات بريدية وإلا تحويلات بنكية أنت حكيت على البلاتفورم هذو ما اللي كانوا في تدخل مع العديد من الوزارات أكيد ملف تكنولوجيا الاتصال معناها فيها ما يتقال لكن قبل هذي هات نمشو للفتير بش نشوفو هالتطبيقات هذي كيفاش تصير مع أناهي وزارات تحديدا من خلال الروبرتاج الموالي لأمنة هنا زميلتنا عواطف سويدي قطاعات حيوية تتعامل معها وزارة إبنولوجيا الاتصال والتحول الرقمي خلال أزمة تفشي فيروس كورونا وأهمها القطاع المالي والصحي وقطاع الاتصالات تأمين استمرارية الخدمات ويتعلق بثلاثة قطاعات حيوية اللي تديرهم الوزارة اللي هما قطاع الإرسال التلفزي والإذاعي اللي هما القطاع البريد بدوره في القطاع المالي ودوره كذلك في قطاع الاجتماع اللي قام بي ولي شاهدوه معناها اللي طلع بيها بصفة كبيرة ياسر في الأيام الأخيرة وكذلك بنسير بالطبع قطاع الاتصالات مع عدد المشاغلين ستوب كورونا كان آخر تطبيقات اللي أعادتها وزارة تكنولوجيا الاتصال والتحول الرقمي وبدأت في اعتمادها وزارة الصحة لمعرفة مدى انتشار الفيروس تشخيص تشخيص عن بعض اللي يمكن من الوزارة الصحة باش تكون عندها فكرة كاملة على فين ينجم يكون فهمة الأشخاص اللي ممكن يصوبوا بالفيروس هذا وتاخذ قرارات استباقية وتوجه الجهود متاحها في الأماكن الأولي اللي عندها أولوية المساهمة في إنجاح عملية التعليم عن بعد بالاتفاق مع مشغلين الانترنت لتأمين الدروس بصفة مجانية هذا ما قامت به وزارة تكنولوجيا الاتصال في إطار مبدأ التضامن الرقمي سنسهل على التلاميذ وعلى الطلبة الولوج باش يستعملوا الانترنت في وقت في الوقت هذه وقت التعليم عن بعض وتفقنا مع الثلاثة مشغلين أنه الولوج إلى هذه المنصات التعليمية باش يكون مجاني عبر الانترنت الجواء مع الانترنت موبيل 3G و4G وأحدثت خلية أزمة في وزارة تكنولوجيا الاتصال التي تجتمع يوميا منذ انتشار فيروس كورونا بتونس عبر آلية الفيديو كونفيرانس لمتابعة كل المشاريع ومن بينها مشروع منظومة الترخيص هذا المشروع هو تركيز منظومة الرقمية لإسلامة الترخيص الجوالين في الوضع الذي نحن فيه وهو فترة الحجر الصحي العام وتبقى المجهودات التي تقوم بها كل الوزارات غير كافية إذا ما وصلتش الإجراءات للناس وما لتزمتش بتطبيقها كما قلنا خليك في دارك الوطنية تعطيك الصحيح البلاتفورم هذا ما حاجة هيلة لكن ما نحكيش على الرزو وعلى تزويد الخدمات معناها نعرف أنه العالم تقريبا في حجر صحي نعرف أنه العالم الكل يستعمل الانترنت دونك هذي نجم يطيح في الديبي شوية لكن اليوم ما فهمة مشكلة كبيرة معناها برشا نستخدم من دارها ولنا نحكي على التالي خفايا ولنا نحكي على التعليم عن بعض في وقت أنه الكونيكسيون توصل بتاريقة صعيبة وصعيبة برشا شفنا بعض التحركات في العالم معناها فهمة ناس ولا بيعطيو الخدمات للانترنت مجانا نحن بالنسبة سواء المزاود الوطني ولا المزاودين الأخرين كيف كيف معناها قاعدين ندفعوا في نفس الفلوس معناها في وقت أنه فهمة برشا ضغط ساعة واحد بيش يبعث حتى ما يلقى روحه واحد بيش يقر يولده ولا بنته كيف كيف معناها يلقى صعوبة بيش بيش يخلط له دوكيمون معناها السؤال اللي يطرح نفسه هني عليش معناها الشبكة في تونس تيعبا شوي بيش كما فكرت سياتك معناها اليوم تم ضغط كبير على الشبكة الظرف هو اللي حكم في هذية كانت العباد معناها تدخل تتنقل تمشي السباح للخدمة متاحة ولا مراكز العمل تمشي للدراسة تمشي للمصانع وتكون تنجم معناها تتربط بالانترنت من خلال المواقع اليوم تتربط بالانترنت ولا مراكز على مستوى المنازل حاجة اخرى حجم الاستغلال متاع الشبكة في البريود هذية معناها متاع الحجر الصحي العام ارتفع بنسبة 30% ولا تجاوز 30% عادي بيش يكون ثم معناها شوية بطء على مستوى الشبكة هذيك عليش في الاتار هذية كان ثم دعوة من الوزارة متاعنا وجهناها من خرجنا بلغ تحدثنا عليه في عديد المناسبات ندعيه في المواطنين الى التضامن الرقمي التضامن الرقمي فيش يتمثل اساسا يتمثل في كونه كل مواطن يستعمل الانترنت لكن في نفس الوقت يخمم في غيره ويخلي المجال غيره باش يستعمل اليوم ثم استعملت جديدة اليوم ثم التعليم عن بعض ولا التخدم حبينا معناها نخليه الامكانية للإتباط بالنسبة للشريحة هذية وللفئة هذية باش تكون ثم امكانية وسلاسة في الإتباط طلبنا كونه باش يتم تخصيص معناها الوقت يوميا من التسعة متع سباح حتى للستة متع عشية نخليه معناها نتفادئ الاستعمالات الغير ضرورية للانترنت واساسا اللي هي معناها يعني المنصات متع البث المباشر حبينا معناها نخليه ماذوكم في الليل ينجب واحد في الليل يحب يتفرش فيه فيلم يعمل التحميل المتاع والتليش الجمهور يعملوا في الليل يتفرش في الفيلم وقت اللي يحب والله نأكد لك يا سيد أحمد البارح بش نبع سمي قعد ساعتين مي موجود موجود مي هذه كما قلنا معنا الزغط كان تقبل هذا في العاصمة ما نحكي وش يمكن على المناطق النائية لما تصل لهم شو الشبكة وبرابي حاجة أخرى زيدا خاطر برشا الناس ساعات تحب تسأل المزاودين معناها تحب تمشي فما ناس يحب يغير المزاود فما ناس تحب تقوي في الديبي متاح يقول لك مثلا المزاودين مسكرين الكلفة ما عنده علاقة بهم هما مثلا اللي قدموا خادمات في حداثة تكنولوجية كيفاش تحب ناس تخدم الديستانس وناس تقرأ الديستانس القطاع قطاع حيوي ومن القطاعات اللي تم استثنائها بالنسبة الاتسالات من القطاعات اللي تم استثنائها من الحجر الصحي العام والمشاغرين ثلاثة ومزاودين خدمات الانترنت اللي متواجدين متوفرين بالنسبة منعش إذا كان ثم أي إشكال بالنسبة للشخص عنا مكتب العلاقات مع المواطن على مستوى الوزارة يخدم عن بعض يجيب يتصلوا بها على الرقم 1854 ويجدلهم ويعطيهم المعلومة صحيحة ويعطيهم كيفية الاتصال سواء بالفضائيات التجارية متع مشغلية الاتصالات ولا متع مزاودين خدمات الانترنت نعرف أنه صار اكتفاذ مؤخرا كبير على البريد يلي نرى هذا أثر على الخدمات اللي في علاقة مباشرة بالبريد التونسي يهو بقين نخدم بنفس النسق الخدمات الأخرى معتها الادخار والشيكات البريدية والحوالات العادية والحوالات العاجلة قاد تخدم بنفس النسق علما أنه في النهار معتها إذا كان نحكي على 80 ألف حوالة ولا أكثر من 80 ألف حوالة بالنسبة للمساعدات الاجتماعية فما أكثر من 300 ألف خدمة أخرى يقدمها البريد التونسي على مستوى مكتب البريد كيف البريد المتجول اللي هما في حدود 51 مكتب بريد متجول يتنقل للمناطق النائية يتنقل لدور المسلمين يتنقل الأماكن اللي يصعب يوصل لها المواطن ويمشي لها المواطن المكتب البريد نتنقلوله على عين المكان ونقدموله مجموعة من الخدمات الادخار الشيكات البريدية الحوالات العادية والعاجلة وبالنسبة للتساريح الجبائية وكل ما هو علاقة بالصندوق الزمن الاجتماعي لديكالغاسيون بتاع سيناسي معنا برشا الناس يقول لك أنا نجيب إيش نعمل الديكالغاسيون بتاعي نلقى ساتويل عريف نلقى مما معناها الناس الكل مركزين على المناح نلقى روحي مصالحي أنا تتعطل معناها في وقت اللي أنا وننجم ندخل فلوس للدولة وننجم نخدم خدمتي دونك اليوم مهم أنه الناس هدوما معناها ما نعرش معناها يلي ندرها البريد التونسي يمحظر روحه ولا عامل معناها استراتيجية للخدمات الأخرى وإلا لا خطر كي ما أقول لك مما برشا الناس اليوم يشكيوا من الضغط ومن لو من تدافع ومن الصف التوي بتأكيد البريد التونسي قاعد يحظر في منصات وحلول رقمية بقية الخدمات ينتفع بها المواطن أون لين على الخط من غير ما يتنقل المكتب بريد توا قاعدين نطوروا في عديد الخدمات قاعدين نطوروا حتى في خدمات الحوالات عن طريق تطبيق الدي دي سات وهي موجودة تجاه من قبل باش الحريف والمواطن التونسي ما يتنقل المكتب البريد كيف كيف خممنا في الخدمات الأخرى بالنسبة مثلا للمتقاعدين عن سيتواب يدخل يسجل يحط مجموعة من معطيات ونمشي ولولدار نخلصوه في الروتريت متاعه فما زاد التطبيق هذي يتمكن الحرفة متاعنا باش يشري دي منوت دو كومينيكاسيون على تليفونه باش يعمل حواله باش يخلص فاتوره متع ماه متع ظو متع مشغل الانترنت عديد الخدمات إضافة إلى أنه توقعين نطوروا في خدمات أخرى إن شاء الله يتم الإعلان عنها في القريب مثلا مثلا مثال الحوالات الدولية الناس تحب تبعث لعائلاتها من العالم فلوس لتونس هو ينجم يتمتع بالحوالة هذيك من غير ما يتنقل المكتب بريد عن طريق تطبيق دي دي سات هذي إن شاء الله في القريب العاجل نعلن عليها خدمة سهلة بسيطة وتمكن الحرفاء باش يتحصلوا على الأموال من غير ما يتنقلوا المكاتب البريد إن شاء الله باش نعود ونحكي ومعاك أنتي مادام راجاة بن براهيم مديرة عامة بوزارة شؤون الاجتماعية حول المساعدات بمخازن اتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي المساعدات كيف تم في الجهات؟ هو بالتوازي مع المساعدات المالية الدولة خاصة اعتمادات لتقديم مساعدات عينية للأشخة للعائلات محدودة الدخل والعائلات المعوزة تقريبا فما مئة ألف ترد غذائي سيتم توزيعه بمعدل عشر ألف ترد في الأسبوع وكل ولاية عندها الحصة متاحة وانطلقنا في تقديم في الأسبوع هذا ابتداء في قسط الأسبوع اللي فارد والأسبوع هذا بدينا في العشر ألف ترد اليوم اليوم وصلنا لثمانية الاف وستمائة انطرد الأولي نحن على كل حال معذرة على المقاطع نحن كنا معاكم اليوم ومشينا وشوفنا التحذيرات اللي قمتوا بها قبل ما توزعوا الإعانات هذين نشوفوا الروبرتاج والحديث البقية تفضل في إدار مجموعة الإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة لمؤاذرة الفئات الهشة ومساعدتها على مجابهة تفشي فيروس كورونا قام الاتحاد التونسي لتضامن الاجتماعي بإعداد وتوزيع الدفعة الثانية للمساعدات الاجتماعية الموجهة للفئات المتضررة حيث تم توزيع الدفعة الأولى منذ بداية شهر أفريد والانتلاق في تحذي الدفعة الثانية بالتنسيق مع السيد بالجهات المعنية وزعنا العشر الالف مساعدة وحاليا في إطار الإعداد للدفعة الثانية التي من المؤمل بيش توزع بداية من يوم 13 أفريل وإن شاء الله في الإطار هذا نوزع الستين ألف مساعدة التي أقرتها الحكومة والتي إلى جانب العشر الالف مساعدة التي قلت عليهم طبعا توجيح ستين ألف مساعدة إلى حدود تقريبا شهر رمضان جهود كبيرة قام بها الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بهدف إيصال المساعدات في أقرب وقت ممكن والانتفاع بها في إطار احترام قرار الحجر الصحي منظومة منتع الاتحاد التضامن الاجتماعي المستوى اللوجستي تمكن من إيصال المساعدات التي تم إقرارها على مستوى الحكومي في أقرب الأوقات حيث أن المنظومة توجد على مستوى التونس العاصمة المستوى المركزية عنا مستوى تقليمية بكل مننا سليانة وقفصة ووضفنا بالمناسبة هذه مستوى أقليمي آخر في مدنين الهدف منه هو إيصال المساعدات في أقرب وقت ممكن للمستحقين بتاعها قام اختيار التوزيع الليلي لتجنب تماشي عن مقارات الحجر الصحي وتجنب الكمتاكت أكثر ما يمكن نرجع معاك مدام راجي كما شفنا معناها العديد من المساعدات وبالحق أنا زيدا حب نصمن على المجتمع المدني اللي معناها أثبت أنه متأذر على الأخر في المحنة هذه وأنه عاون الدولة برشا وقاعدين نرى في برشا ناشتين في المجتمع المدني اللي قاعدين يعاونوا في الفئات الهشة بكل طرق سواء مديا ولا حتى يوصلهم القضية وقاعدين يعاضوا في جهود الدولة صحيح يعطيك صحة وكما كان يذكر الزملاء في الاتحاد هذا مجتمع وكما ذكرت من الأول أنه فما إن شاء الله مئة ألف طرد غذائي وبدأنا في الأسبوع هذية نخرجوا في العشرة ألاف الأولين ما بين إن شاء الله غدوة أو بلوتار بعض غدوة يكملوا العشرة ألاف وكما كان يذكر زميننا كيف كيف إن شاء الله الأسبوع الجاي بش نبدأ وكذلك في البقية التورود اللي هي كما كنت نذكر عشرة ألاف طرد غذائي كل أسبوع هذية خليني نقول المئة ألف طرد اللي خصتوا الدولة معناتها لفائدة العائلات الفقيرة ولمحدودة الدخل بالتوازي هناك كذلك حملة لجمع التبرعات ومشكورة وزارة الطربية خصت 290 مؤسة تربوية لجمع التبرعات هذية كذلك خصت 29 مؤسة تربوية للقيام بالتجميع والتعليب أنا فقط نذكر إن شاء الله بشيكون معنا بعد معناها من انتلاق من الساعة العاشرة مع زميلكي من الشهد ممثلين على وزارة التربية الفضل يعني تك صحة هذو ما إن شاء الله زد الحملة هذه متع جمع التبرعات واللي بدأت ما شاء الله وفما العديد من الولايات مشكورين بالتعاون مع المجتمع المدني خليني نقول بالتعاون مع رجال الأعمال بالتعاون مع فنانين ممثلين يعني تبرك الله ومشاء الله معتها شيء يشرف برشا إنه المد التضامني كان كبير وكبير برشا هذية معتها في النقطة هذه يعني في تجميع التبرعات في المدارس بالتعاون مع وزارة الشميجة وكما قلت لك الاتليحات تنسية مجتماعية بصيف والجولان ما نحبش ننسى العباد راه وتبرك الله ما شاء الله الكشافة التنسية مشكورين الهيلة الأحمر وذلك لكن في نفس الوقت ما ننساوش اللو راهو فما العديد من المبادرات التضامنية كما كنت أنت تويكة تذكر من العديد من الأطراف سواء كان جمعيات على حده أو كما كنت نذكر راهو فما معلتها مواطنين تلموا مع بعضهم وجمعوا تبرعات وقدموا بتوزيع المساعدات خليني يقول راهو فما العديد من الفنانين المشكورين الممثلين معلتها من الإعلاميين وغيرهم اللي تبركل عليهم ما شاء الله قدموا العديد من يعني تيوم السحنس كل على كل حال نرجع معك سيد أحمد بن حسين مكلف بالآلم بوزارة تكنولوجيا للإتصالات أحنا ديما نقوله شدارك 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 فما بعض التطبيقات الحقيقة وبعض الناس اللي مثلا نقولك فما شكون معناها فما تطبيقة اللي من خلالها تنجم تقضي أونليني وديك قضيتك للدار تنجم تختار خضرتك وديك للدار دونك اللي نرى معناها الوزارة خمت في معناها توسيع هالنوعية هذه من الخدمات خطر اليوم نعرف أنه معناها مهمتنا لكل كاتوينسا أن نشدوا ديارنا صحيح لكن يقول قايل اليوم أنا عندي غدوة ما عنديش ويجبني نخرج نقضي دونك إذا كمش نخرج نقضي فما ريسك عليش أنا ما نقعد في داري وتسلي القضية لداري دونك هونيا نقاو بعض التطبيقات الصغيرة في وقت أنه في بلدين أخرى ما شاء تلقى العديد والعديد من المزاودين عبر الأنترنت بنسبة للموضوع الموضوع المزاودين على الخط هذا موضوع يهم وزارة التجارة بالأساس ماهمش وزارة التكنولوجيا أحنا فما مساعي معناها من وزارة التجارة معكم أنتم معناها فماش مساعي لتثمين هذه الخدمات وتوسيحها على الأقل في موافل 2019 عنا صندوق تلمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتسال اللي هو يقدم دعم للمشاريع التكنولوجية المجدة من خلال لجنة وزارية معناها تنظر في المشاريع هذه صدقنا على تمويل مشروع منح علامة ثقة لمواقع التجارة الإلكترونية في تونس واللي هو معناها بش يخلي يعطي معناها ثقة ويعطي مصدقية أكثر للمواقع هذه هي موجودة ما نجمش بالضبط نعطيك العدد متاحها لكن ثم حتى تمثيلية على مستوى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة المثلين للغرفة وقدمونا معناها التطبيق بالشراكة مع المهد التونسي للاستهلاك وقدمنا لهم دعم نتذكر في حدود 150 ألف دينار وخاجة كيف هذه بالنسبة للمواقع هي مواقع موجودة وكي ما قلت معناها قبل الكورونا كانت التكنولوجيا في وضعية معاينة وفي نظرة معاينة بعد الكورونا باش تكون في نظرية معاينة ووضع معناها جديد وإن شاء الله الخدمات هذية باش تتم معناها تتطور وليوم التونسي بكل معناها بفاقه اللي الاعتماد على التكنولوجيا هو السبيل ما نقولش الوحيد لكن من أهم السبل للنجاة و للرقية على المستوى الاقتصادي على المستوى الاجتماعي وحتى على المستويات الأخرى الفنية ما هي أهم القطاعات اللي قاعدين على الأقل الخدمات الأساسية اللي قاعدين تأمنوا فيهم من خلال التطبيقات احنا اليوم يعني من البداية متع تفشي الوباء في تونس الوزارة متعنا كما قلت لك هي وزارة معناها استراتيجية وزارة معناها تنجم تقول مستثنية من الحاجة الصحية العام قاعدين نأمنوا في تأمين خدمات عديدة لفينت المواطن معناها أساسا تحدثنا احنا معناها بكري على الخدمات المالية والاجتماعية متع البريد التونسي ثم استمرارية خدمات البف الإذاعي والتلفزي اللي بفضلوا معناها تونس يقولوا لهم شدوا دياركم ينجموا يسمعوا القنوات التلفزية والقنوات الإذاعية ويتفرجوا في القنوات التلفزية ثم استمرارية خدمات الاتصالات وخدمات الانترنت بالرغم البعض الاشكاليات اللي يتعرضون لهم الاشكاليات هذو ما مشي تحسن ولا لا ان شاء الله اطلنا اطلنا ارجع لهم في الواحد نكمل لك معناها الزمان الاستمرارية فاش عنا زاد استمرارية على مستوى تأمين التطبيقات الوطنية الكبرى للدولة على مستوى المركز الوطني الاعلامية استمرارية في تأمين اجور المواطفين اللي يتجاوزوا ستمائة وخمسين الاف وسبعمائة الف شخص على مستوى المركز الوطني الاعلامية وعنا زاد استمرارية في تأمين الفضاء السيباني الوطني وفي تأمين المنظومات امتيعها من خلال الوكيلة الوطنية لسلامة المعلوماتية بالنسبة لل قوس بالنسبة للشبكة كما قلت لك معناها الظرف في تونس وفي كلاف الدول العالم عمل الضغط على شبكة الاتصال ثم مساعي معناها نحاوله احنا فواسيد احمد الضغط متساهمين فيه وانا موافقتك الفين في المية لكن لحقيقة لحقيقة ريزويش كالربي من قبل من قبل الكورونا معناها ساعات نحكي لك انا نرى في مناطق في وسط العاصمة منيش نحكي في مناطق نائية ولا مناطق ريفية ولا مناطق جبلية دونك المشكلة ما تروحها من قبل لكن زدت ظهرت خاطر كما قلنا فما ضغط فما ناس ولا تخدم في ديارة ناس ولا تقرأ في ديارة ناس على غالب كما ناس كل معناها قاعدين في الدار ماذا بيهم يتفرجوا في فيلم ماذا بيهم يسمعوا موزيكا ماذا بيهم يدخلوا يعملوا غشيخش على حاجة يقرؤوا ككتاب بديف هذي موجود لكن الحقيقة معناها الشبكة من قبل تاعبة شوي صحيح متفاهمين في الوضع هذي والشبكة تاعبة لكن راه الاشكالية هذي ما ترجعش بكل هالشبكة ترجع حتى على مستوى معناها الربط والوسيلة الاتصال بالانترنت الترمينال معناها الجيسام على مستوى الربط داخل المنزل يعني هي مجموعة من الأسباب اللي تخلي معناها الربط بشبكة الانترنت ينجم يكون معناها مشبهي من المنطقة ويختلف زيادة من المنطقة إلى منطقة ومن تقنية إلى تقنية ثم مثلا من الاجراءات اللي يخذينيهم في الظرف هذي اللي تعدينا تيسالة تونس رفعت بنسبة 20% من طاقة الربط بالشبكة الدولية للانترنت بشتعاون على المجابهة متاع الاستعمال المرتفع للشبكة هذي وانأكد لك أنا كمواتنا البارح حاولت نتصل معناها على عين المكان بالاتصالة تونس نلقاها مساكرة دونك اليوم كما قلنا يالندرا معناها احنا مع العالم الكل معناها ونعرفوا أنه احتجات التونس اليوم كما للماء والخبز وللماء احتياجه كذلك للتقنيات الحديثة يلقى المزاودين مساكرين دونك هنا زيدا نقطة استفهم ماذا دينا معناها توضحنا المصالح التجارية ممكن ممكن معناها من الجام شو قولك المصالح التجارية ممكن تكون مساكرة لكن المصالح أنا أكد لك أنا خاتر دور أنا في السكتور على الأقل اللي نسكن فيها أنا نزوز ثلاثة من الناس نقاهم مساكرين البارح لكن المصالح لكن المصالح الفنية تخدم تخدم سواء معناها كما قلت لك في المراكز الفنية متاحها وإلا حتى على الميدان وإذا كان ثم أي معناها طلب ولا حاجة للمواطن بش يتصل بالمصالح متاع اتسال للتونس النجم يعتمد أكيد المشاغلين عندهم أرقام الهاتف لكن حتى إذا كان ما يلقوا همش على مستوى في المواقع متاع الانترنت المتاح ونجم يتصل بالـ 1854 اللي هو رقم مكتب علاقة مع المواطن في وزارة تكتوريجية الاتسال ويمدوهم بالمعلومة في الوقت إن شاء الله على كل حال الحديث ما زال متواصل طوى بش نصدعكم للروبرتاج الموالي اللي أمنت ونا زميناتنا عواطف السويدي ومن خلاله بش نشوفه عملية توزيع المنح بالبريد التونسي تراجع الاكتظار في مكاتب البريد في الأيام الأخيرة بعد معرفة ازدحام أمام مقراتها من العائلات المعزة للحصول على المساعدات الاجتماعية التعامل مع الحرافة هو ديمة في احترام المسافة ما بين العون وما بين الحريف كونه معناها بيناتهم أقل حاجة ميترو ولا ميترو نص التنظيم البرا ثم استعمال قصص معناها تنظيم قصصات الأسباقية نقص احنا التكيات عنا عون خاص وثم زاد مرات يتم التعزيز بعون ثاني نعطيهم معناها التكيات البرا بيش ننظم الصفوف وتمكن البريد التونسي من تقديم قرابة أربعمائة ألف حوالة بريدية لحد الآن حسب المسؤول عن المنظومة الأعلامية للحوالات في مركز الحوالات خميس المدب اللي دعا إلى ضرورة الانضباط للإجراءات اللي أقرها البريد التونسي وبقية السولط قرابة الخمسمائة ألف حوالة خلصوا أربعمائة ألف معانتها ما زالوا وكانهم يتلف مش يخلصوا من هنا حتى لنهار الجمع معانتها الضغط الكل وتعدى اللي جاي إن شاء الله بيحول الله والناس تزيد طوعة وتفهم اللي يلزمها تخليك المسافة وما يقعش ضغط على مكاتب البريد ويعمل مركز الحوالات للبريد التونسي على تقديم الخدمات سواء للحرفاء العاديين أو للمؤسسات العمومية جمعوا حوالات المؤسس اللي جيونا من المؤسسات سواء كان الصناديق الصناديق الاجتماعية وسواء كان وزارة الشؤون الاجتماعية ولا المؤسسات الكبرى المعروفة في البلاد كما الساق والسوناد وغيره كل شي تخدم بطريقة آلية في المنظومة الإعلامية بتاعنا ويقع اللي فيشي اللي جيونا يقع الخدمة عليهم وبعد نعدي المركز الشيكات البريدية بشي يجبدوا الفلوس واحنا وقتها نفرق على مكاتب البريد متاع الجمهورية الكل المانديت وتبقى منظومة عمل البريد التونسي في حاجة إلى المراجعة لتفادي الإشكاريات اللي عرفتها مكاتب البريد خلال أزمة تفشي فيروس كورونا أكيد الحديد من الإجراءات فما برش التفاعل قاعد يصير في البلاتوم على الضيوف معايا سيد أحمد قتلي عندك ما تعقب فيما يخص بما أن الإعانات قاعدة توصل صحيح على طريق البريد لكن كذلك وزارتكم معنية بإيصال مجموعة أخرى من الإعانات كيف هو بالضبط شنية معنا فما جرائت استثنائية أخذتها لحكومة لفئت المواطنين والمؤسسات الاقتصادية اللي ضرت بال نتائج متع فيديوز كورونا ذي أذكرنا بكري التطبيق متع باتين اللي هي موجهة معناها للحرافيين تم مساهمة كبيرة زادة من البريد التونسي قاموا معناها نتذكر اللي في بداية الأزمة هذية تم جمع التبرعات لفئة الصندوق الوطني لمجابهة الكورونا عبر المكاتب البريد وعبر التطبيق 18-18 كذلك تم الخدمة المجانية الخدمة الهاتفين المجانية اللي وضعوها بمشغل الاتصالات على ظمة المواطنين باش يشوفوا رواحهم أذكر معنيين بالمسائب الليعانة الاستثنائية هذية بتاع الميتين بالنسبة العائلات الموزة واللي يتحدد التوقيت وتاريخ الذهابي لمكاتب البريد نحن قريب زادة من الوحن ونختم زادة بالبريد التونسي اللي معناها إخذاء جراءات استثنائية لفائدة الليغوت ختام على المتقعدين بمناسبة صرف الجرايات المتاحهم اللي ثم معناها بالنسبة حسب الأعمار المتاحهم اللي يجاوزوا 80 سنة يوصلوهم حتى للدار وثم اللي سبخوا معناها فرضي ياخذوا الجراية المتاحهم في تاريخ معين تم تسبيق الجراية باش يخفوا عليهم وباش أمنوا سلامة المواطنين وأبائنا من المتقعدين سي وليد نخليك تتفاعل مع ما قاله سي أحمد ومبعدنا نرجع عليك سي كاميل بالفعل النقطة الأولانية هو بالنسبة البتين ده بوانجوف بوانتين أحنا مكننا شريحة هذي اللي عندهم بتين ديت كل للحصول على بطاقات مسبقة الدفع كسوى دينار سمارت ولا دينار برو نذكر أن البطاقات هذه حاملة لمعرف هوية بريدية معبر عليه بالريب والريب إذن البطاقة هذه نجم يسجل بها على باتين ده بوانجوف بوانتيين علما وأنه لحد الآن بعنا أكثر من مكننا المواطنين من أكثر من 7000 بطاقة نأكد على حاجة نقطة ثانية هي الخدمات البريدية راه البريد التونسي مزالي أمن في الخدمات البريدية اللي هي البريد السريع والتليجرامات والرسائل المسجلة خاصة للعضول التنفيذ للمحامين وغيرهم نأكد أنه البريد السريع يوصل سؤاليات راح نفسه هنا فماش إجراءات استثنائية نحكي على مسافة الأمان على المترو على المترو النص على أن العباد ما تجيش لكلها فرد وقت فما إجراءات اتخذتها البريد أكيد بكل تأكيد هو عنا وكالات مختصة ومش مكاتب بريد بالنسبة للطرود وإلا لبعائة البريد السريع عنا وكالات مختصة أكثر من سبعين وكالة بين بريد سريع وطرود بريدية اللي يمكنوا الحرفاء يمشيوا مباشرة للوكالات هذه بش يحطوا طرود متاحها أنا الأيام القليلة القادمة ما نقاش على فيسبوك هكا برشانيز في بعضها ومتدافعين في مركز البريد بكل تأكيد إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله النقطة أخرى حبيت نأكد عليها هو جزيل الشكر والتقدير لزملائي وزميلاتي بمكاتب البريد بمركز التوزيع بالإدارات الجهوية البريد الفرقة التقنية بمختلف الإدارات بالبريد التونسي الإدارة العامة بالبريد التونسي اللي ما تدخلتش حتى جهد بشتعاون مكاتب البريد بشتعاون المراكز التوزيع والإدارات الجهوية كيف مؤسسات المجتمع المدني اللي كان إلى جانب أعوان وإطارات البريد التونسي في تنظيم الصفوف وغيره وكذلك الصورات الجهوية والمحلية من أمن وشرطة وجيش اللي كانوا إلى جانب البريد التونسي باش نجمنا نحافظوا على سلامة إن شاء الله نكونوا حافظنا على سلامة التونسيين إن شاء الله يا رب إن شاء الله سؤالي لكنت سي كامل مادوري مدير عامة ضمن الاجتماعي بوزاعة الشؤون الاجتماعي قبلها أحكينا على البطالة الفنية لكن نعرفوا أنه كذلك فما نسبة اللي بس بها اليوم متوانسة قاعدين يخدموا أحنا قادمين إن شاء الله على شهر رمضان وقادمين مبعد على التوقيت الصيفي اللي ندرها معناها فما إجراءات استثنائية تخص الناس اللي قاعدت تخدم في البريود هذي خطر تحب ولا تكره فما ناس قاعدة في دارها وفما ناس قاعدة تخدم وتمارس في نشاطها عادي واللي ما توقفتش معنا خلال الأزمة هذية وفماش يمكن مراجعة ولا إجراءات استثنائية فيما يخص مرجع توقيت شهر رمضان والتوقيت الصيفي بالنسبة للسنديق الاجتماعية فرصة باش نذكر أنها تفعلت مع مقتضيات الحجر السحي وكانت فرصة لتطوير معتها جملة من الإجراءات الفنية والتقنية أولا على مستوى الصندوق الوطني التأمين على المرض مشكورين تخذوا جملة من الإجراءات معتها الاستثنائية لتبسيط معتها الإجراءات وخاصة لضمان استمرارية العلاج وخاصة لشريحة معينة لما عندهم أمراض مزمنة دونك تم توفير جملة من الخدمات بما يقي هذه الشريحة أن تتنقل الكنام وخاصة أنه فهم صعوبة للشريحة هذه بشي تحصلوا على ضب ممتاحهم في القطاع الخاص بشي يعطيهم أردونانس معتها فلابل ولد البارح تم امضاء معتها اتفاقية خبر إيجابي أن نسوقوه للسيدة المشاهدين مع السيدة السيادلة تم تجديد العمل بالاتفاقية القطاعية وضمنت جملة من الإجراءات التي تستهدف الشريحة هذه بما يقيها من التنقل وعباء معتها مخالفة ترتيب الحجر الصحي صندوق الواطن للضمان الاجتماعي أيضا مشكورين تطوروا جملة من التطبيقات تتعلق بالتلي بايمون تلي ديكلاراسيون يعني نحن في ظرف متاح حجر صحي تقولي أنت الدولة والسلطة فرضت الحجر الصحي على المؤسسات الاقتصادية كيفاش باش يتنقلوا للبريد أو لمكاتب الصناديق باش يخلصوا معناتها ما عليهم من الالتزامات خاصة من دفع المساهمات تم تطوير جملة من التطبيقات فيما يتعلق بالتلي بايمون تلي ديكلاراسيون يعني أداء المساهمات عن بعد والتصريحة عن بعد بالنسبة لنرجع للإجراءات على غاية من الأهمية متاع مرافقة المؤسسة هذه المتضرة والخدامة نحب نطمن الخدامة أنه أثناء فترة التوقف متاحهم المرسوم اللي مش يصدرنا إن شاء الله في بداية الأسبوع المقبل وهذا نأكد عليه سيضمن لهم مواصلة الحق في التمتع بخدمات الكناء والتمتع بالمنافع العائلية وزيادة عن الأجر الوحيد يعني حقهم في التغطية الاجتماعية بشيبقى مضمون بالرغم من التوقف عن النشاط وبالرغم من غياب أجر معنتها واقتطاع مساهمات مصرح بها للسندوق الوطني الضمان الاجتماعي أيضا تسهيل ثاني عمناه من بين الشروط أن المؤسسة تكون في وضعية مساوات مع الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي قد تكون مؤسسة عندها خدامة ما همش مسجلين ومنش مصرح بها عنده صندوق الوطني الضمان الاجتماعي قلنا له يا سيدي إيجا عندك شهر من اليوخرج المرسومة ذاية امشي يصرح بهم يعني يسجلهم عند الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي ما غير ما تدفع عليهم المساهمات وما غير ما فم ريزك أنه تقول أنه في موخك ويرجع عليه الصندوق ثلاثة سنة التالية. يصرح منها من نهارتها ولا مثلا هو ينجم يكون يخدموا عنده ثلاثة سنين ومش قاد يدك لار عليهم. مثلا كان يخدم في مياه وعشرين منهم ما هوش مسجل ليس مصرح بهم للصندوق الواتن الضمان الاجتماعي. حفاظ على حقهم ينجموا يأخذوا كل مئتين دينار. يجب أن يكونوا مصرح بهم لدى الصندوق. قلنا للمؤجر يا سيدي إيجا للصندوق سرح بهم فقط بدون دفع المساهمات ويتمتع هم يتمتع بمئتين دينار وإنتي كمؤجر ما عندك حتى تبعات قانونية على الفترات السابق يعني كأنه دخلوا يخدموا. ده حاجة أخرى برابي سي كمال فما في أية هاشة. مازال امتياز آخر بالنسبة للمؤسسة سمحني بريار ما تقول لي هذوم الإجراءات كلهم لفاية الخدامة وينهوا إجراءات الفاية المؤسسة إجراءات الفاية المؤسسة كما قلت من أول الحسة فما إجراءات الميدان البنكي والجبائي وكذا في مهم الضمان الاجتماعي تأجيل دفع مساهمات المحمولة على العرف بعنوان الثلاثية الثانية لمدة ثلاثة أشهر وبالتبيعة فما إجراءات أخرى معناتها في ما يتعلق بمرافقة المؤسسة والخدمة امتيحها في المجال هذا. أنا نحب نحكي على الفئات الهاشة مثلا العمالي اليوميين البنية البيضة المعينات المنزلية المنزلية اللي قاعدين معناها يسبوا على رواحهم يخلصوا سيان اساس على رواحهم. دونك أنا اللي اللي نعرفوا انه بالنسبة للثلاثية معناه الولانية هم مطالبين باش انهم يخلصوا معناها في شهر أفريل. دونك يقول القائل معناه في ظرف كيمة هكا ونعرفوا انه الناس دوما يخلووا بجورناتا معناها تحب ولا تكره. دونك خدم اليوم أخذي قوت يوم وما خدمش يقعد بطال. دونك فماش إجراءات معنات ناجم تشملهم. هو رو الإجراء اللي تطبيق تخص المؤسسات الاقتصادية والخدامة بالنسبة البتيندة تهم الشراء هذه اللي تصب على روحها. اللي نقوله احنا بلغة الجيباية وبلغتنا العادية اللي عندهم بتيندة. تقول لي انت زادة فم مشاريحة أخرى ما عندهم مش بتيندة لكن عندهم بطاقة مهنية. هالميهن والحرف الصغرى والصناعية هذوم الكل باش تشملهم تطبيقة بتيندة وباش تخرج بداية الأسبوع المقبل شروط ميسرة ومبسطة ودجا هي التطبيقة تخدم توا ودخلوا سجلوا عليها تقريبا ووصلوا خليتهم الصباحي ذولي قريب 100 تلف على مستوى موقع بتيندة. ايه. ويكفي انه يصرح يحط رقم البتيندة متاعه او رقم الضمان الاجتماعي متاعه. ويتم الموافقة عليه والصندوق الوطني الضمان اجتماعي اترافير معناتها لوخيان في البريد او اترافير المؤسسات البنكية يصرف له ميتين دينار. يعني حتى الشريحة متاع العاملين لحسابهم الخاص والصناعية والمهن والحراف الصغرى باش يتمتعوا بامتياز المرافقة للحد من التداعيات السلبية. ان شاء الله. على كل حال ان شاء الله نكون واعطيناكم صحيح وجاوبناكم على الاقل على عدد كبير من التساؤلات كما تعرفوا في ساعة من نجموشنا ترحوا الملفات الحارقة لكل ان شاء الله تكون الفايدة حصلت ونكون وجاوبناكم على بعض التساؤلات نحب قبل كل شي نحيي زميلتنا سيهم معالوي اللي قاعد اتقدم في لغة الاشارات للسم والبكم اللي امنت معايا البلاتون. للا تحية لكل الضيوف اللي حاضروا معانا سي كامل مادوري مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية شكرا ليك. مدام رجال بن براهيم مديرة عامة بوزارة الشؤون الاجتماعية. سهلا مرحب بيك وشكرا ليك على قابلك الدعوة سي وليد غزيوزة رئيس مركز الحرفاء بالبريد التونسي شكرا ليك سيد احمد بن حسين مكلف بالاعلام بوزارة تكنولوجيا الاتصال. شكرا ليكم الكل نذكر انه الموعد مزال متواصل خليك في دارك الوطنية تعطيك صحيح بعد شوية مع زميلتنا امال الشهد شكرا